ولمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا واشرة من بغداد المحلل السياسي أحمد الأبيض سيد أحمد أهلا بك إلى نشرتنا مضطرين إلى الاختصار بعض الشيء دعنا نبدأ من مبادرة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم بوضع استقالات وزراء كتلته تحت التصرف الأعبادي طبعا هو ضمن الإعلان مجموعة من الشروط على أن على أن على أن وما إلى ذلك هل تعتقد أن الأعبادي بدأت تنفتح أمامه آفاق لتغيير حقيقي وشامل في حكومته نعم مساء الخير لك استاذ محمد للحقيقة بعد عدم قدرة على أن يأخذ تفويض من البرلمان يبدو أن الزعماء الكتل أرادوا أن يسقطوا هذه الذريعة من خلال استقالة وزراءهم سمعنا عن استقالة وزراء المواطن اتحاد القوى قبل يوم أمس كان نقاش لتقديم أيضا استقالاتهم وأعتقد التيار الصدري سوف يكون هو الحاسم في هذا الموضوع الأصل في الموضوع أنه لم يحقق شروط الكتل السياسية فسوف لن يحصل على تصويت على الوزراء البدلاء وسوف تعلق المسألة طبعا لن يستطيع المضي بالتغيير بالشكل الذي يتوقع السيد العبادة أنه سوف يكون سهل ولذلك سوف يلجأ إلى طريقة هناك بعض الكتل تطالب حتى بتغيير رئاسة مجلس الوزراء شخص العبادية حتى كتلة المواطن أشارت تصريحا وتلميحا إلى أنه كل المواقع يجب أن تكون تحت مظلة الإصلاح والتغيير نعم هو هذا الحقيقة القضية التي يمكن سيد العبادة يفتقدها يعني وجود معايير لتقييم أداء الوزراء كان يجب أن يشمل رئيس الوزراء الحكومة تعرف بالدستور هي تضامنية ومعنى التضامنية أنه الكل أمام مجلس النواب هو سيان كما يقال لذلك هذه النقطة لا أعتقد أنه رئيس الوزراء كان جديا في أن يطرح تقييما حقيقيا للوزراء حتى يقنع كتلهم بأن هذا الوزير كان جيد وذلك غير جيد هذه نقطة النقطة الأهم أستاذ محمد في كل هذا الحوار الذي لم يصرح عنها بالشكل واضح من قبل الكتل والنواب هل هناك ضمانة بأن الأوضاع ستسير بالاتجاه الصحيح إذا بدنا الكابينة الوزارية أم لا هذا بمعنى أنه هل هناك خطة وبرنامج للسيد رئيس الوزراء يستطيع أن يقدمه مع تقديم هذه الكابينة الجديدة وهل هذه الخطة فعلا سوف تنقذ البلاد هذا هو الأسئلة المركزية التي يجب أن تثار في هذه الأيام أنا أعتقد العراق مشكلة الأساسية ليس لديه برنامج ليس فقط اليوم نعم بخصوص اللقاء الذي جرى بين سيد مقتد الصدر والأعبادي باختصار جدا هل هناك من تسريبات؟ هل اتفق على شيء؟ هل هناك توافق فيما بينهما ببعض الأمور أم لا؟ لو كانوا اتفقوا لسمعنا ذلك بشكل واضح من الزعيمين زعيم الحكومة وزعيم التيار الصدري الأنباء تقول أنهم لم يتفقوا الحقيقة بشكل مباشر لن ينطبقوا باتجاه هذا التغيير الذي يتحدث عنه الأعبادي ويطالب به هل هناك من وسائل صيغ دستورية للقيام بي أم أن رئيس الوزراء يبدل ويقيل ويغير ويجيب وزير آخر أم أن هناك مسارا دستوريا عليه أن يتخذه أول مسار الدستوري واضح رئيس الوزراء يقدم إلى مجلس النواب أي وزير يريد أن يقيله ومجلس النواب يصوت أو ابتداء عنه قال ثم يذهب إلى إيجاد بديل هو عمل عملية بالشكل نص الطريق هافوي أخذ الاستقالات من الوزراء ثم يذهب للبدلاء إذا صوت المجلس على البدلاء سوف يمضي في تقديم الاستقالة هذا أعتقد قانونيا ودستوريا غير صحيح يجب أن يستقيل الوزير نصوت على إقالته ثم نطرح البديل هذه الإشكالية أعتقد إن لم يتفق بشكل مباشر مع الكتل سوف لن يحصل على تصويت على البدلاء بأقل تقدير طيب أستاذ أحمد لو ننتقل إلى كردستان رئيس البرلمان الكردي يوسف محمد أعرب عن استعدادة أن يترك هذا المنصب إذا طلب منه النواب ذلك وليس المكاتب السياسية للأحزاب هل هناك من حل حل للأزمة في الإقليم بهذا الخصوص هل هو تراجع أم ماذا لا الحقيقة في كردستان في مشكلتين مشكلة رئاسة الإقليم انعكست بالتالي على كل وضاع السياسية وهذه على ما يبدو وصلوا الأكراد إلى قناعة ضرورة أن يبقى السيد مسعود البرزاني إلى حد انتهاء قضية داعش في أقل تقدير وحل هذه الأزمة المالية الثاني الحقيقة رئيس البرلمان على ما يبدو صارت عند قناعة أنه لا يستطيع البقاء في هذا المنصب وهو معطل بالمنفى كما يبدو ولذلك من باب سياسي أولى خرج بهذا أعتقد هو هذا النوع من الاتفاق سوف يحصل التصويت وسوف يطلب منه النواب الأكراد الاستقالة إذن من بغداد المحلل السياسي أحمد دالبيض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك